هذا بيتي بيتي يعني الله بحي يقبل لا الله ولا محمد يقبل يطلعوني من بيتي ليس اهات وانين تعكس حالة الالم الذي يعيشه عشرات الالاف من النزحين الذين بات معظمهم مشردا منسيا لا غطاء قانونيا ولا شرعا يلزم الحكومة في بغداد او المنظمات الانسانية الدولية اغاثتهم وتقديم الدعم لهم بعد ان اغلقت الحكومة رسميا المخيمات دون توفير اي ضمانات امنية ومادية تمنح العائدين فرصة لعادة التأقلم والتعايش مع المجتمع الخوف والجوع والتشر الثلاثية تطارد النازحين بعد قرار انهاء ملف المخيمات ضمن مساعي حكومة الكاظمي لتقديم ما وصف بالنصر الزائف امام المجتمع الدولي على حساب حياة الالاف من المدنيين وفقا للمرصد العراقي لحقوق الانسان مدن مدمرة وبنا تحتية محطمة وفرص عمل معدومة وميليشيات مسلحة تلاحق الناس على الشبهة هي ملامح وواقع المحافظات المنكوبة التي باتت مدن وقرى فيها مجرد انقاض يقطنها من تقطعت بهم السبل حتى ان الافا من الاطفال وعائلتهم اصبحوا يعيشون في منازل مهدمة وسط قنابل يدوية غير متفجرة وجثث موتى بعد اغلاق المخيمات التي كانوا يعيشون فيها وفقا لتقرير صادر عن منظمة انقذ الاطفال الدولية الهجرة والمهجرين هو عنوان وزارة عراقية يظن السامع لوهلة بان عنوان عملها الابرز هو الدفاع عن حقوق الانسان الا ان دورها يكاد يكون كسلطة امنية تنفيذية لا شأن لها بمن هجر وتهجر وما السبب ولماذا حين اخذت على عاتقها الاسراع باغلاق المخيمات وتنصل من تعهداتها بعد اعلانها بانها غير مسؤولة عن اعادة النازحين الذين تهدمت منازلهم بفعل العمليات العسكرية فيما التزمت الصمت ازاء ملف عودة النازحين لمناطق جرف الصخر ومناطق اخرى تحت سطوة الميليشيات ملف النازحين شائك لطالما كان عرضة للابتزاز والمساومات السياسية والمنفعة الحزبية طوال سنوات الا ان الضحية فيه ما زال عالقا بين حلم العودة الطوعية الكريمة وبين كابوس اعادة قسرية تجعله رهينة مستضعفا لا يملك من امره شيئا ترجمة نانسي قنقر